يعني الآن مثل ما بيتحدث حسن عنك وعن إبداعك وعن المسؤولية القادمة بالنسبة للمخرجين هل يعني تم عرض عليك مسلسل يعني أو دور أحسن من دور هلال خصوصا أنه في يعني ما نتكلم اليوم عن ممر آمن يعني أنتوا كنتوا الاثنين في مسلسل ما نتكلم عليها الآن فضل يا حسن طبعا أول شيء وقبل كل شيء كلي شرح أن أشترك مع المستاذ حسن القماعي في مسلسل ممر آمن إن شاء الله في عرض في 2024 في رمضان هذا ولان ثانيا الحالة المزاقية للكتاب عندنا الكتاب اليمنيين تخليك يعني ما تلقاش أدوار مشابهة أو أقوى من الدور اللي قمت فيه يعني هذا في العادة إن شاء الله في السلامة القادمة لكن يعني يعني هناك أدوار تليق لك مش بنفس القوة لكن ليه لرسالة وليه هذا أنا دائما أهتم برسالة والهدف والكاركتر الجديد أيش اللي بعقدمون من جديد في الشخصية هذه إذا كانت شخصية مش ممكن أقدم بحاجات يعني أنا أعتذر عنها على طول إن شاء الله شخصية الوحش في ممر آمن مع أستاذ حسن الجمعي هذه السنة يكون لها دور ويكون لها رسالة تؤديها إن شاء الله الوحش ها وأنت أيش دورك أنت ضابط هو الوحش وأنا ضابط ضابط عاصم بس حسام زي ما عود الناس في أول زي ما شافوه وحش وحش حتى في أداءه فخور جدا فيه هو مجموع من الشباب القدد يكفي إنه أنت حني إحنا كنا من أول نروح نلحق بعد المثلين القدام تحاول تأخذ منه فشايف هذه الموجودة أستاذ أيش الموضوع كيف هناك يعني ما هلش ما هلش موضوع أنا فاهم إنه خرض آه أنا فاهم في مشكلة بالجيلة الجديد لما يدخله في عندك نقص في موضوع واحد ثين ثلاثة تلاحظوا إنه يتكلم أكثر مما يسمع بعكس حسام محمد الأموي وكثير من الشباب يعني يوقي لهم تحية وارف ببروك عريس وحقك يا أهزام والله يفتح عليك يا أموي المهم أنتو خلصوا تصوير طبعا خلصنا الحمد لله حبيب رالدي أستاذ حبيبي يا أحسام فهدهم من الشباب اللي أنت أنا شكبت لك لازم المنتجين الصحاب القرار الصحاب القنوات الكذا نعم الشباب اللي زي كده يديروا الفرصة إنه يظهر اختصر الوقت حين مشكتنا إنه كان في وقت طويل والنظرة اللي جاية عاده جديد ما أقول لك إذا جاء لك دور كده فلت عليك أو عليهم وطلعك بعدين ينتبه لك طب ممر رآمن يعني على عجالة نخلص إحنا خلصنا أيش ممكن تخبرنا عن هذا المسلسل شوف ممر رآمن مسلسل لطيف جدا الأمانة فيه رسالة قوية جدا بتتكلم عن زمن غير الزمن الآن يعني ممكن نقول عن المستقبل في المستقبل في الأول الأخير لازم الكل هذه الصورة مع الأستاذ ياسر الظاهري ومع الرائع جدا الأستاذ قاسم عمر أكثر طبعا بتحصلين كلنا صور شخصية لأنه ما أحبش تصور كتر بالراكور هذا خواليس في الأسم هذه أيوة أيوة فالمسلسل بيتكلم عن أنه إحنا لازم نوقف كلنا كل المكونات اللي موجودة في الوطن عشان نوصل لممر آمن لازم نوقف مع بعض إذا ما وقفناش مع بعض أي حد من أصحاب المشاريع الصغيرة ممكن يودي البلد للداوفة ونجلس مستمرين نعم أحنا نشوفه طبعا نشوفه عشان ما نحرك المسلسل إن شاء الله موسيقى